بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في هذه الحلقة التي سنختم بها هذه السلسلة التي سميناها لماذا آمنت بالله كما قلت في الحلقة السابقة فإني سأختم هذه السلسلة بحلقة خاصة وخصصها فقط للرد على الأسئلة التي جاءتني سواء في التعليقات أو في رسائل خاصة وكما قلت في الحلقات السابقة أننا لن نرد على كل الأسئلة التي تأتينا وإنما فقط على ما يتعلق بقضية وجود الله تعالى وإن شاء الله سنرد لاحقا على كل ما يأتينا من أسئلة في برامج مخصصة أو في حلقات أخرى إن شاء الله أيضا نحن أشرنا إلى ضرورة العودة إلى الموقع وإلى تحديدا موسوعة السبيل وقراءة بحث أدلة وجود الله تعالى وأيضا بحث الأسئلة الوجودية الكبرى وقلنا إننا لا نستطيع أن نجمل كل ما لدينا من أدلة لا في الموقع نفسه ولا حتى في الحلقات نفسها ولا في هذه الحلقة لذلك من نريد أن يتوسع أكثر فيمكنه العودة إلى المصادر التي أيضا وضعناها في موقعنا ولكن مع ذلك قلنا إن ما ذكرناه في الموقع وفي الحلقات نفسها هو بحد ذاته كاف وقلت أيضا أنني أنطلق من تجربتي الشخصية خصوصا في الحلقة الأولى المكاشفة لأنني مررت بتجربة شك ربما يمر بها الكثير الآن من الشباب وقلت إن هذه الأدلة التي ذكرتها لكم هي كانت كافية لي لإقناعي مع أني أزعم بأني لا أقتنع بسهولة تبقى هناك بعض التفصيلات وبعض الأشياء الجزئية التي قد تطرع على البال والتي قد يجدها الكثير من الشباب في كتب الملحدين وهي كلها قابلة للرد وموجودة في كتب المتخصصين أيضا الآن بالنسبة للتساؤلات بصراحة لم يصني الكثير من الأسئلة والشكوك ربما لأن القناة مازالت جديدة وأيضا الموقع جديد لكن مع ذلك وصلتنا بعض الأسئلة المهمة التي سأحاول الإجابة على أهم ما كان فيها يجب أن أشير أيضا إلى أن الكثير من الأسئلة كانت عبارة عن حالات خاصة وشخصية فكت مضطر للرد عليها بشكل شخصي أيضا وأيضا كما توقعت معظم الأسئلة كانت تتعلق بالدين نفسه يعني بفهم الشباب للوحي بتطبيقات هذا الوحي في سلوكيات المسلمين بالحالة العامة للإسلام والأم الإسلامية بشكل عام لكن نادرا جدا ما تأتينا أسئلة تتعلق بوجود الله تحديدا مع أن الكثير من هؤلاء الشباب هي للأسف جنحوا نحو الإلحاد نفسه فصار عندهم تساؤلات وشكوك عن وجود الله تعالى نفسه لكن مع ذلك لا يسألك عن أدلة وجود الله وإنما يريد منك أن تثبت له أن هناك وحي وأن هذا الوحي صحيح وأن الإسلام هو الحق والوحي الصحيح فعندما نثبت له هذا الكثير من الشباب سيعودوا يؤمن بالله تعالى وهذه نقطة مهمة ستكون هي مدخلة للإجابة على أول الأسئلة وهو سؤال جاءني من شاب دون سن العشرين قال هل يمكن أن تثبت لي وجود الله دون العودة للأدلة الفيزيائية والكونية والعلوم الطبيعية بصراحة هذا كان سؤال مفاجئ لحد دماء لأنه معظم الشباب الآن يسأل بالعكس يعني أثبت لي وجود الله بالفيزياء والعلم باعتبار الآن العلم بالنسبة ليهما هو الأكثر إقناعا بصراحة الجواب البديهي هنا لكل باحث في العلوم العقائدية هو نعم بالفعل من زمان كان في أدلة على وجود الله باللجوء إلى الفلسفة نفسه يعني أدلة منطقية وعقلية وليس فقط علمية تجربية كما هو متاح الآن للعلماء التجريبيين فلدينا دليل السببية ودليل عدم التسلسل وكل ما تحدث عنه العلماء والفلاسفة السابقون وخصوصا الإسلاميون وحتى المسيحيون لاحقا لإثبات هذه الأدلة والتي ما زالت حتى الآن من أهم الأدلة التي يناقش فيها الفلاسفة المعاصرة وبصراحة السؤال هذا الشاب هو مهم جدا لأنه يفتح لنا باب الحديث على نقطة مهمة جدا حتى لو ما سألني كنت سأتحدث عنها وهي أنه يجب أن نتحدث عن وجود الله أيضا من أدلة الوحي نفسه ما أنه الكثير من العلماء الذين يناقشون الإلحاد يقولون وهذا طبعا منطقي أنه يجب أن لا نقع في الدور ما يسمى بالحلقة المفرغة بأنك أن تثبت وجود الله من الوحي نفسه باعتبار أن أنت لم تثبت وجوده فتثبت للسائل أن هذا الوحي صحيح فيجب أن تثبت وجوده ثم تثبت الوحي ومن هذا الوحي تستدل على أمور أخرى هذا صحيح ونحن فعلنا هذا في الموقع ولكن هناك نقطة مهمة أيضا أنه عندما تستدل من الوحي على وجود الله حتى لو لم يكن أصلا قد ثبت فأنت أولا اختصرت طريقا كثيرا ستقطعه بعد إثبات وجود الله لإثبات هذا الوحي ففي الوحي نفسه في القرآن نفسه الكثير من الأدلة العقلية على وجود الله وهذه نقشها الكثير من علماء الكلام تجدونها في تفسير البيضاوي وغيره وهذه الأدلة مثبتة بالعقل وليس فقط باعتبار أن الذي كتبها مسلم أو إسلامي أو متكلم ويمكن لأي مسلم ولغيره أن يقرأ هذا الكتاب ويستفيد منه فإذن القرآن نفسه فيه الكثير من الهداية الموجهة للمؤمنين وفيه الكثير أيضا من المناقشات التي كان محمد صلى الله عليه وسلم مناقش بها أهل الكتاب والمشركين وحتى الملحدين فأنا أقول بإمكانك أن تدرس قضية وجود الله بطريقين متوازيين طريق الإثبات بالأدلة العلمية والعقلية وطريق الإثبات عن طريق الوحي نفسه حتى لو لم تكن مسلما ولا مؤمنا بأن هذا القرآن محبه من الله وهنا بصراح يأتينا سؤال مهم لماذا يتعصب الكثير من العلماء والفلاسفة في الغرب للإلحاد واللا دينية واللا أدرية فحتى الذين ثبت لديهم وجود الله تجدهم يجنحون نحو اللا دينية بحيث أنه ما في دين فهو يجنح نحو اللا دينية لأنه ما عنده البديل الكافي للاقتناع وجود وحي ودين يؤمن به بعد أن يؤمن بالله فيختار اللا أدرية على الأقل وهذا نجد في الكثير من دراسات نقاد الكتاب المقدس في الغرب الذين انتقدوا الإنجيل والذين انتقدوا أيضا الكثير من الخرافات المسيحية فهو يجد نفسه مخير بين اللا دينية والإلحاد والعدمية واللا أدرية وبين أن يؤمن بإله توراتي أو إله على الأقل تجسد في صورة المسيح كلهما فيه الكثير من الخرافات وثبت لدى الكثير من هؤلاء العلماء ولدينا أيضا وكما ذكرنا أيضا في الموقع أن هذه الخرافات كلها قتبست من أصول رومانية وخرافية وبثنية لذلك بصراحة من المؤسف أن الكثير من النقاد الذين انتقدوا الكتاب المقدس أثبتوا في النهاي أنه بالفعل ليس كتابا صحيحا ليس موحى به بالكامل من السماء ومن الله تعالى فيقول لك في النهاي بنوع من التبرير والمجاملة أن هذا موجود في كل الأديان فيعني لا تزعلوا يا مسيحيين طبعا هذا فيه كثير من الإجحاف ومغالطة منطقية يعني إذا كانت كل الكتب التي درستها فيها الكثير من الخرافات وتدل على أنها فولوكلور شعبي وعبارة عن تداخل بين وحي وبين أشياء أخرى فهذا لا يعني بالضرورة أن كل الكتب المقدسة الأخرى التي لم تدرسها ستؤدي إلى نفس النتيجة وكل هؤلاء لم يدرسوا القرآن أصلا وأيضا كما قلنا في الحلقات السابقة إثبات الله تعالى لا يكون فقط بالأدل اليقينية الفلسفية وإنما أيضا بالعلم التجريبي وهذا أكثر إقناعا وأكثر وضوحا وخصوصا في هذا العصر وبالرشد نفسه اعتنى بدليل العناية وهو نفسه الذي يسميه الغربيون Fine Tuning هذا الضبط الدقيق لكل معايير الكون يثبت أنه لا يمكن أن ينشأ بالصدفة كما قلنا في أحد الأمثلة وفي ثابت واحد وهو الثابت الكوني والذي يقول أنه تمدد الكون مضبوط بعيار دقيق جدا يساوي 10.122 ولنفهم حجم هذا الرقم وضخامته ودقةه الهائلة فإن عدد ذرات الكون كله واللي يمكن نتخيله رقم هائل كتير كبير هو 10.80 فقط فما بالك ب10.122 وهذا ثابت واحد من بين ثوابت كثيرة فهذا يدل على أن هذا الكون إذن لا يمكن أن يكون قد نشأ بالصدفة مع ذلك طبعا الكثير من الملحدين يقولون هذا ليس دليلا حتى لو كان رقم صغير جدا ودقيق جدا فإذن وجود كون بالصدفة ليسا مستحيلا حتى لو كان احتماله دقيق نحن نقول هنا ليست المشكلة في دقة هذا الرقم وفي انضباط الثابت الكوني مع ثوابت أخرى كثيرة يجب كلها أن تتضافر وأن توجد بدقة وفي وقت واحد حتى ينشأ هذا الكون هناك أدل لأخرى أيضا قلناها في الحلقة السابقة منها أن عمر هذا الكون كله لا يكفي لتكوين جزئ بروتين واحد عن طريق الصدفة لذلك اثنان من علماء الملحدين في العصر الحديث واينبرغ وريتشارد داوكنز في إحدى المقابلات المشهورة كان واينبرغ يقول لدوكنز نحن أمام وارطة كبيرة فإما أن نؤمن بوجود إله أو بالأكوان المتعددة لأنه لا يمكن لعمر هذا الكون القصير أن يكفي لنشأة هذه الحياة بهذا التعقيد وأن يكون أيضا كافيا لوحده بأن تتضافر فيه كل هذه الثوابت الدقيقة حتى تنشئ كونا دقيقا وكافيا لوجود حياة فإذا ما عندهم إلا فرصة أخيرة لإثبات عدم وجود الله في رأيهم وهي أن هذا الكون هو واحد من بين مليارات المليارات من الأكوان التي لا نعرف عنها شيئا أصلا وهنا جاء هوكينغ الملحد أيضا وحاول أن يحسب فرصة وجود هذا الكون ليعرف ما هو الاحتمال الذي يمكن أن ينشأ فيه كون من بين أكوان كثيرة ويكون قابلا للحياة فوجد أن هذا الكون يجب أن يكون واحدا من بين 10 أس 500 كون آخر فإذن هو محتمل حتى لو كان نادر جدا خصوصا أننا نتحدث عن إمكانيات وقضايا فلسفية فيجب أن لا نجزع من الأرقام الكبيرة لكن هذا نفسه ليس حلا لأن أولا لا يمكن أن تستدل على وجود كون واحد آخر غير هذا الكون لأن عمر هذا الكون والكون الآخر لا يكفي لانتقال إلكترون واحد فقط من الكون الآخر إلى كوننا وأيضا هناك أدل أخرى ذكرناها في الحلقة السابقة وفي الموقع نفسه وموجودة أيضا لما يريد أن يبحث ويتوسع فإثبات وجود أكوان أخرى هو بحدات نظرية فلسفية لذلك الكثير من العلماء ردوا على نظرية الأكوان المتعددة لدى ستيفن هوكينغ وقالوا هي عبارة عن نظرية فلسفية ما أنه للأسف هو في أول كتابه التصميم العظيم جراند ديزاين قال بكل جرأة أن الفلسفة ماتت كما يتوقع وهو في كتابه نفسه فيه الكثير من الفلسفة بل أصلا كما يقول نقاده لم يعد منذ عقود يتحدث في الفيزياء معظم كلامه الآن هو عبارة عن فلسفة نقطة أخرى قضية الأخلاق وهي من أهم القضايا التي يجب أن يقف عندها كل من يختار الإلحاد ليسأل نفسه العديد من الأسئلة المحرجة للأسف منظم الشباب الذين اختاروا الإلحاد اختاروا عن طريق التمرد أو بدافع التمرد لأنه يعرف أن الإلحاد سيحرر من قيود الدين التي ستحد من الاندفاع نحو الشهوات وحتى لو كان يقول لك أن هاي أفكار مسلمين يظنون أن الإلحاد سيجعلني أندفع كالحيوان وراء شهواتي هذا كله كلام فلسفي كل من ألحد نحن نعرف وهو يعرف أنه على الأقل حتى لو ما ندفع كالحيوان ما احترامنا للجميع فهو على الأقل لم يعد منضبطا بالضوابط التي كان عليها في الإسلام ذلك الكثير من هؤلاء يحقد على تاريخه الإسلامي السابق لأنه كان هذا الإسلام الذي يراه الآن باطلا كان قد قيده وحرمه من الكثير من الشهوات طبعا الحديث عن عالم بلادين وفيها أيضا أخلاق هو حديث طويل نقشه الكثير من الفلاسفة وقضية فعلا مشكلة لدى كل الملحدين كل من يريد أن يناقشك في هذا الموضوع يقول لك انظر إلى المجتمع الغربي وانظر كيف يعيشون في أخلاق أكثر من المسلمين بصراحة هذه النقطة أولا لا أسلم بها وربما لو دخلنا فيها في نقاش فسندخل في متاهة لن نخرج منها لكن لنسلم الآن بأن هناك أي مجتمع غير متدين ولديه أخلاق أولا إذا أردت أن تثبت لي أن هناك مرجعية أخلاقية في مجتمع ملحد يجب أن تحضر لي أولا مجتمع ملحد بالكامل بشكل مطلق بكل ما فيه ربما هذا لا ينطبق على أي مجتمع في العالم كله الآن بما فيه حتى كوريا الشمالية التي تحكم بالشيوعية وبإجبار الناس على أن يلحدوا على أن لا يؤمنوا بأي دين أصلا فحتى هؤلاء لا يمكن أن تتأكد بأنه كل فرد من هؤلاء ملحد بشكل خاص ونقطة أخرى أيضا يجب أن تثبت لي أن هناك أجيال طويلة ربما لألاف السنين أو حتى مئات السنين فقط نشأوا كلهم على اللادين وعلى الإلحاد أيضا وليس فقط اللادين لأنه الآن كل المجتمعات التي تعتبرها إلحادية لأنه فيها نسبة إلحاد كبيرة ربما أكثر نسبة هي 50% في أي مجتمع الآن لكن لنفترض أنه هذا المجتمع الملحد الآن بنسبة أكثر من 50% أثبت لي أن كل ما لديه من إخلاق ليس فيها أي أصل ديني سابق لأنه أصلا الإلحاد في العصر الحديث لم ينشأ إلا بشكل خجول من عصر النهضة ولم يتوسع إلا في القرن العشرين فكل هؤلاء لم يؤصلوا أخلاقهم ومجتمعهم القائم على القانون كما يقال إلا بناء على خلفيات دينية سابقة حتى المجتمع الرئاسمالي الآن الذي يعتقد بأن الكثير منه قد وصل إلى حالة وتحررة من الدين هو نفسه أنشأ هذه الحضارة الرئاسمالية على البروتستانتية أصلا هناك كتاب مشهور لماكس فيبر عن الأخلاق الرئاسمالية والبروتستانتية فأنشأوا هذه الرئاسمالية وهذا النجاح الحضاري كما يسمى بين قوسين على تشد الديني وليس فقط على الدين أيضا لو افترضنا أنك استطعت أن تؤمن هذا المجتمع الملحد وأن تدرسه بشكل علمي وأن هذا المجتمع منغلق بإلحاده زمانيا ومكانيا منذ إجيال وأيضا منغلق عن كل المؤثرات الدينية في المجتمعات الدينية أو التي فيها أثر من الدين بمحيطه في هذا العالم هذا أصلا غير موجود لنفترض أن أصلا أوجدنا هذا المجتمع أثبت لي بعد ذلك أن كل ما ستأتي به من قوانين ومن ضوابط أخلاقية في هذا المجتمع هي بالفعل منطلقة من العقل نفسه هذه أيضا مشكلة أخرى كبيرة وليس لها أي حلف الفكر الملحد الذي لا يؤمن بالله لأن القضايا الأخلاقية أصلا منطلقها غيبية حتى لو ما استمدت القيم نفسها من وحي معروف ومسلم به المنطلق الذي يقول بوجود قيم مفارقة للغرائز ومفارقة للمصالح المادية الشخصية وللكيان المادي للإنسان وللمجتمع وللطبيعة المحيطة به هو تفكير ميتافيزيقي غيبي يعني حتى لو ما آمن بوجود إله فهو ينطلق في تفكيره بوجود قضايا أخلاقية مفارقة لمصالحه من أن هناك مصدر مفارق للمادة وللحياة يجب أن يمدنا بهذه القيم المطلقة أما نحن كبشر عاجزين موجودين في هذا الكون المغلق علينا لا يمكن أن نتسامى بفكرنا لنفكر بالأخلاق فهذا المصدر المفارق والذي يعطي للقيمة معناها وهو الذي يفصل في عقلنا سواء آمنا به أو لم نؤمن وسواء سمعنا للوحي الذي أنزله علينا أو لم نسمع له هو الذي أعطى في عقولنا شيئا يسمى الفطرة وهي المعيار الذي يمكن به أن نفرق بين الحق والباطل وبين الخير والشر لذلك هذه المعضلة لا يمكن لأي ملحد أن يحله لأن الملحد والمؤمن كلاهما ينطلقان من وسط مادي وكلاهما يناقشان هذه القضية بمنطلقات ميتافيزيقية فحتى الملحد الذي لا يؤمن كما قلنا بوجود إله هو يتحدث بمنطلق ميتافيزيقي كل الكتب الإلحادية التي حاولت تناقش الأخلاق وأن تؤصل لها على مبدأ مادي كلها كانت فاشلة من أهم هذه الكتب في العصر الحديث كتاب الفيلسوف سام هاريس بصراحة كان كتاب مزري حتى علم الفيزياء المشور واينبرغ الحاصل على جائزة نوبل قال له في أحدى الاجتماعات موجودة على يوتيوب إن ما قلته في كتابك عن الإخلاق هو مجرد هرع والكثير من الردود التي جاءت عليهم من ملحدين آخرين قالوا إن ما قلته عبارة عن الفلسفة البراغماتية التي أنشأها ويليام جيمس وغيرو في بداية القرن العشرين ولكنك لم تستطع أن تدلنا على المصدر لهذه الإخلاق الميتافيزيقية كل ما حاولت في كتابك وكل ما حاولوا الآخرون هو أن يثبت لنا بأن الإلسان ممكن لو كان ملحد أنه يستدل على وجود إخلاق ولا يستطيع في نفس الوقت أن يثبت لي أن المنطق المادي قادر على إيجاد أخلاق ومعايير أخلاقية فقط باللجوء لمصلحته للمفارقات أيضا للملحدين المعاصرين وحصوصا أقطاب الإلحاد الجديد كما يسمى الآن الملحد كريستوفر هيتشينز المصاب الآن بالسرطان والذي أصبح على شفى الموت يقول بصراحة في أحد محاضراته العجيبة وأنا فعلا تفاجأت من وجود هذا المنطق العجيب والسطحي يقول إنه لا يريد أن يؤمن بإله ديكتاتوري لأن الإله كما يطرحه أي دين سواء المسيح أو غيره يفرض على الإنسان أن تكون فيه رقابة داخلية فهو يراقبه في كل مكان كما لو كانت هناك كاميرات تحيط به من كل مكان بصراحة فعلا هي من أغرب الحجج التي سمعتها العيم والحد لأنه بصراحة المؤمنين يعتبرون هذه من أهم الأدلة على نجاح الدين في إيجاد الأخلاق وفي حماية المجتمعات من الأخطاء يعني أي مجتمع لو كان فيه معظم أفراد ويؤمنون بالفعل بوجود هذه المراقبة كما يسميها المتصوفة بحيث الله موجود في كل مكان ووصلوا إلى درجة الإحسان التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك بمعنى مراقبة الله في كل حالة وفي كل لحظة وفي كل تصرف وفي كل قول وحتى في كل الفكرة تخطر على بالك من يصل إلى هذه الدرجة يصل إلى أعلى درجات الإيمان فهذا لا يخطئ لا يرتكب أي جريمة لا يرتكب أي تجاوز أخلاقي فإنت بالفعل حتى لو كنت ملحد حتى لو كنت ما بدك تؤمن بأي دين ولا بأي التزامات مجرد أن تقنع الناس بأن هناك قوة مفارقة تراقبهم وتحاسبهم فهذا بحد ذاته سيضمن لك الوصول إلى مجتمع مثالي هذا المجتمع لن تكون فيه جرائم ولا أخطاء لأنه حتى المجتمعات الإلحادية التي يتفاخرون الآن بأنها منضبطة بالقانون الكثير من أفراده الآن لما يغيب عنهم القانون والكاميرات يتصرفون بشكل خاطئ الإنسان لما يتحول إلى مادة فقط وعندما يؤمن بأنه عبارة عن كائن متطور من حيوانات أو من أشبه الحيوانات فلا يمكن أن يكون فيه أي أساس أخلاقي إلا بما يضمن له مصالحه الشخصية وهذا يتعرض مع الكثير من القيم الأخلاقية القائمة في الغرب هم نفسهم يؤمنون بالكثير من الأخلاق ويطبقونها والتي تتعرض مع الإلحاد نفسه لكن لما تجي إلى الملحد نفسه تقوله تطبق هذه الطوابط وأقنعني بوجودها بدون العودة للدين وبدون إثبات ميتافيزيقي هو نفسه عاجز مثلا فرانسيس فاكوياما في كتاب نهاية التاريخ يقول الإنسان نفسه يتساوى مع الحشرات ومع الجراثين وكان ما في إله وما في معايير ميتافيزيقية ولا في أديان لأنه عبارة عن كائن متطور مثله مثل أي كائن حي آخر مثل البكتيريا نفسها فلماذا نعتبر الإنسان لديه الحق بالحياة أكثر من البكتيريا؟ لماذا نقتل البكتيريا إذن؟ هذا السؤال فعلا فلسفية استحق الإجابة مثلا مرة التقيت بشاب من جنوب أفريقيا من أصل هولندي من البيض يعني هؤلاء جاءوا طبعا في عهد الاستعمار وسكنوا واستوطنوا وصاروا الآن أهل البلد ولديهم طبعا سلطات مطلقة في هذا البلد وهو أيضا كان ملحدا أو غير مؤمن بالدين على الأقل تناقشنا كثيرا في تاريخ هذا البلد وفي العنصرية وفي الاستعمار كان من أهم النقاط التي توقفت عندها وفجأت بالفعل بموقفه فيها سألت هل أنت تبرر لأي إنسان بأن يحتل أرض إنسان آخر ضعيف أو فقير بحجة الاستعمار؟ قال نعم طالما هذا الإنسان لا يستغل هذه الأرض خصوصا لو كانت مساحات واسعة من الغابات البكر في أفريقيا وغيرها وهو لا يستغلها الاستغلال الكامل والكافي وأنا قادر على أن أستغلها فلدي الحق بأن أحتل هذه الأرض التي يمتلكها الآخرون حتى أستغلها وأستعمرها إلى آخره طبعا هو لا يتحدث أيضا أن هذا الاستغلال وهذا الاحتلال كان فيه الكثير من المآسي ليس فقط نهب ثروات هؤلاء الناس ولكن أيضا ظلمهم وقتلهم لكن المشكلة هنا أن تبرير هذا الاحتلال وموجة الاستعمار التي قام بها الغرب في القرنين السابقين وما زال للأسف يطبقها حتى الآن ولو بشكل آخر هذه كلها قامت على مبررات داروينية بأن القوي يأكل الضعيف باعتبار أن مجتمع الغاب نفسه والحيوانات قائمة على هذا المبدأ لأن هؤلاء ما عندهم أخلاق ولا ضوابط كحيوانات نحن أيضا معنا دين فليش ما نعيش مثل هؤلاء الحيوانات والقوي أكل الضعيف فلذلك من يريد أن يحاجج الآن بالقيم عليه يتذكر أن أحد مؤسسي الولايات المتحدة جون آدم كان يقول أن الحرب ضد الهنود الحمر هي حرب الطبيعة بحيث أن القوي والمتحضر والمتقدم والأكثر تطورا بيولوجيا واجتماعيا وحضاريا يجب عليه أن يقوم باستئصال هذه الكائنات المتخلفة وهي أيضا بشر لكنهم متخلفون حسب رأيهم والعجيب أنه في القرن السابق وحتى فترة قريبة وحتى اليوم هناك من يحاول تأصيل هذه الأفكار بشكل علمي طبيعي وانثروبولوجي مثل العالم سامويل مورتن الذي يقول أن الرجل الأبيض لم يكن قاتلا وسفاحا عندما أزاح الكثير من الشعوب مثل الهنود الحمر وغيرهم من السود في مجتمعاتهم الأصلية وإنما كان يقوم بواجبه الطبيعي بحيث أنه من الضروري أن يسود الأقوى حتى نصل إلى حتمية الطبيعة وكأنه يقوم بواجب أخلاقي عندما يقتل الأضعف والأقل تحضرا حال أخرى جاءتني عبارة عن سؤال من إحدى الفتيات والتي تواصلت معي بإشراف أمها الفتاة كانت في بداية العشرينات حسب تقديري وبدأت تتساءل عن وجود الله طبعا أول نقطة لاحظتها هي أنها تتحدث بالإنجليزية أكثر من العربية وهذا بصراحة كان مفاجئ أسألتها لماذا تتحدثين بالإنجليزية أكثر وتقرأين وتكتبين بها قالت تعلمتها من الأفلام معنى هي ما سافرت للغرب أصلا فهذا كان أول مؤشر لي على المصادر الثقافية التي استقت منها هذه الفتاة للكثير من أفكارها وللأسف سلطة الثقافة الغالبة تؤثر كثيرا على عقول الناس حتى الكبار منهم فما بالك بالصغار الذين لم يتأسسوا أصلا لا منهجيا ولا فكريا دخلنا في الكثير من الأسئلة والتفاصيل معظم الكتب التي قرأتها هذه الفتاة كانت كتب الحادي والعجيب لما بدأت تعطيها أسماء لكتب كتبها مسلمون أو حتى غير مسلمين تدون على وجود الله كان جوابها أنه ما بدي أقرأ لهؤلاء لأن هؤلاء مؤدلجين طيب يعني الملحدين نفسه ما كانوا مؤدلجين يعني أنت بتعتبر أن الملحد لما يكتب كتاب ينكر في وجود الله هو منطلق من منطلق علمي بحت مجرد أما المسلم أو حتى المسيحي لما يدافع عن وجود الله فهو لا بد أن يكون مؤدلجا ويريد أن يدافع فقط عن دينه الفارق أنه نحن لما نكون أمام وحي أو كتاب يزعم أصحابه أنه وحي فنحن أمام إما نعم أو لا فإذا ثبت لنا أنه وحي فعلا صحيح فنحن هنا لسنا أمام عمل مؤدلج وضعه شخص مؤدلج حتى وكان من كبار علماء الفلاسفة بل نحن أمام وحي صادر عن إله مجرد إله مفارق إله يريد لنا الهداية فإنت ممكن في طريقك إلى اكتشاف هذه الحقيقة تكون مؤدلج لكن مجرد ثبات صحة هذا الوحي وثبوته بأنه بالفعل صادر عن إله واحد وصحيح وأن هذا الوحي أيضا لم يشوه ولم يحرف ولم يزور وهذا أيضا قابل للبحث والتأكد بالتروي عندها يمكن أن تبلي الكثير من المعرفة بناء على هذا الوحي هناك أيضا بعض الحالات من الشباب الذين تواصلوا معي وللأسف قالوا أنهم فقدوا دينهم خلال سنة من البحث هؤلاء كما قلت في البداية ناقشتهم لأنه عندهم حالات خاصة لا أستطيع أن أبوح بها أتمنى أنهم وضعوا أقدامهم على الطريق الصحيح ولو كبداية وإن شاء الله سأتابع معهم لكن من أغرب الحالات التي جاءتني في هذه الحال الأخيرة وهي بالفعل قصة للأسف مضحكة مبكية في وقت واحد وهو شاب يقول أنه فقد دينه خلال عشر أيام هذا الشاب لا أعرفه ولكن تواصل معي وأرسل لي فيديو قال لي أنه سجلوا وعرضوا على اليوتيوب أنه فيه قصته وهي قصة طويلة فيها أكثر من ساعة من الكلام شاهدت منها بضعة دقائق في البداية يقول في البداية أنه الآن وصل إلى قناعة بأن هذا الإسلام ليس صحيحا طبعا هو لا يتحدث عن وجود الله لذلك لن نفصل الحديث عنه في هذه الحلقة لكن هو حال مهم يجب أن ندرسها ونتحدث عنها لنفهم الكثير من دوافع هؤلاء سواء ألحد أو لم يلحد المشكلة أولا أنه هذا الشاب يقول أنه كان متدين وأنه كان ينشر على صفحاته في التواصل الاجتماعي الكثير من دروس دعاء الجدد فهذا هو مستوى ثقافته في الدين للأسف ثم يقول صارت عنده فكرة مؤخرا أنه يؤلف كتاب عن الإسلام وبدأ يجمع بعض المراجع وخلال قرأته عن الإسلام ولا أدري ماذا قرأ اكتشف من هذا الإسلام غير صحيح فخلال عشر أيام فقط وبدأ يدعو إلى التمرض على الإسلام خلال عشر أيام طبعا دخلت إلى صفحاته في مواقع التواصل ووجدته بالفعل هو يدعو إلى الكفر وعندما أردت أنه ناقش لأفهم ما يريد اكتشفت أنه لا يريد أن يسأل ولا يريد أن يستفسر ولا يريد أن يدخل في حوار هو يريد أن يهديني إلى الكفر فهو مقتنع إذن بأنه وصل إلى الحق وأنه قادر حتى على هداية إلى ما هو عليه ومن العجيب أيضا أنه سمى نفسه بالمفكر فهو أول مشكلة لا يعرف ما معنى المفكر وما دلالات هذا المصطلح فقلت له طيب بما أنك أنت مفكر فسأعطيك اسم لكتاب اللفه أحد المفكرين الكبار وهو الشيخ عبدالله درازة رحمة الله عليه كتاب النبأ العظيم والذي يقول الكثير من العلماء حتى اليوم أنه من أهم كتب في هذا العصر وفي عصور كثيرة عن إثبات صحة هذا الوحي فأنت مفكر وهو مفكر فقرأ ما أنتجه هذا المفكر وبما أنك مفكر أيضا فأنت قادر على فهم هذا الكتاب وعلى نقده إذا كان ليس صحيحا أو فيه الكثير من المقالطات أو ليس مقنعا طبعا لم يفاجئني رد هذا الشاب بأنه لن يقرأ لأنه وصل إلى مرحلة كما يقول خلال عشر أيام فقط بأنه ما عاد بحاجة أصلا للقراءة وهو ختم العلم في هذه الأيام العشرة هنا نحن أمام مشكلة الجهل المركب وهي لا تنشأ إلا عن الغرور والعياذ بالله الجهل المركب هو الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فهو يظن بالفعل أنه ختم العلم وأنه صار عنده العلم الكافي حتى يرد على كبار الفلاسفة وكبار العلماء وكبار الفقهاء فهذه الحالة للأسف لا يمكن أن تدخل معها في نقاش أي إنسان بدك تدخل معه بنقاش يجب أن يتواضع من البداية حتى لو كان على يقين ولا نطلب منه من البداية أن يسلم بأنه جاهل ولا ندخل معه بهذه الجدلية أصلا ولكن يجب أن ندخل بتواضع خصوصا لو كان هو اعترف من البداية أنه ما درس إلا عشرة أيام فقط بصراحة هي المشكلة ليست حالة فردية أنا وجدتها في الكثير من الشباب الذين ألحدوا وبدأوا يعرضوا تجاربهم على اليوتيوب وعلى مواقع التواصل هؤلاء للأسف الكثير منهم لديه حال نفسي لديه مرض نفسي ولا أبالغ لو قلت ولست متخصصا أنه ربما مرض عقلي هذا ليس كلامي أنا لكن هناك كما علمت في الكثير من المستشفيات العقلية في العالم العربي قسم خاص بمدعي الألوهية والنبوة والمهدوية ومثل هذا الشاب تواصل معي قبل سنوات شخص يدعي أنه المهدي ويطالبني بأن أبايعه طبعا هذا مقتنع بأنه هو المهدي وفيه كثير مثله في هذا العالم وخصوصا في هذا العصر الذي فقد الكثير فيه من الناس البوصل وما عد في مرجعية للأسف فهؤلاء الشباب تجد منهم من يدعي أنه كان يحفظ القرآن وأنه يحفظ نصوص وموتون كثيرة ثم يخرج على قنوات فضائية ويريد أن يحاجج كبار علماء فعلا يعني جرأة عجيبة وبصراحة وجد بعضهم من يناقشوا وكل هذه الحلقات التي جاهدتوا على اليوتيوب أو على التلفزيون كلها كانت فاضحة مع أنه بالفعل كان بعض الشيوخ الذين ظهروا في مواجهة هؤلاء لم يكنوا بالمستوى الكافي للأسف وهذا كان خطأ من الشيوخ نفسهم لكن معظم الحلقات التي كان فيها نقاش جاد وموضوعي كان الشاب الملحد يفتضح أمره على الشاشة ومع ذلك تجده يكابر ولا يخزل من الظهور في حوارات أخرى لأنه لا يدري ولا يعلم أنه لا يدري وحتما عندما يعلم ويفتضح أمره من كثرة الغرور الذي أعمى قلبه ويصر على الضلال ويصر على التكبر ويصر على التحدي أيضا بصراحة هذا ما يجب أن أحذر منه كل الشباب الذين لم يقتنعوا بعد إياكم أن تصلوا إلى هذه المرحلة أنا حدثتكم في حلقة المكاشفة الحلقة الأولى عن تجربتي ولا أقول أني قدوي لكن أنا أولا لم أترك الصلاة لما كنت في حالة شك كان ما زال عندي احتمال كبير وقوي جدا بوجود الله لكن هناك شك أنا لا أقول لك يجب أن تتصوف حتى تصل إلى اليقين بوجود الله ولا أقول لك أيضا بمجرد أن تكون هناك شكوك لديك أن تندفع نحو شهواتك لأن الإنسان كما قلنا ليس مجرد كمبيوتر هو عبارة عن نفس وروح وجسد وغرائز كلها تتداخل مع بعضها تشكل هذا الإنسان في ظروف معينة وفي بيئة معينة وفي محيط معين فالأصدقاء بأثروا عليك التربية تؤثر عليك الأخبار والسياسة تؤثر عليك فإذا أنت اندفعت وراء شهواتك في الليل مثلا ثم تأتي في النهار وتريد أن تقرأ عن الإلحاد والدين هل تتوقع ستصل إلى نتيجة شافية وسليمة عن الغرائز أم ستحاول بشكل لا شعوري وبعقلك الباطن أن تندفع نحو ما سيريحك من ضوابط الدين ومن قيود الإسلام الكثير من من يسألنا ومن من يستمع إليه الآن ربما يعرف أن الإسلام نفسه فيه الكثير من الضوابط التي ستحد من حريته لكن هذا بالوقت نفسه لما آمننا نحن المسلمين والتزمنا فيه لم يكن العبء القاسم للظهر بالعكس كان فيه الكثير من الراحة النفسية وفيه الإجابة على الأسئلة وهذا أهم شيء عند الإنسان العاقل أهم لذي عند الإنسان هي المعرفة قبل أن يتلذذ بغرائزه الشهوانية الجسدية أن يعرف وأن يجد الإجابة على أسئلة المعرفية والوجودية الكبرى هذا أهم بكثير لذلك اختم الآن بالآية التي وعد فيها الله تعالى كل من يريد أن يصل إليه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا إذن مطلوب أنك تجاهد ومطلوب أنك تجرد نفسك أيضا ورب العالمين لو شاف منك هذا الجهاد وهذا الصدق والإخلاص سيدلك كما قلت قبل قليل لا أقول لك تصوف ولكن من البداية أطلب من الله أن يدلك ولا تندفع نحو الشهوات فلا تستطيع أن تفكر بشكل سليم أغلق على نفسك لا تختلط بمن تشك بأنه يمكن أن يؤثر عليك وفكر بشكل مستقل وما تتسرى حتى بنشر نتائجك مو بعد عشر أيام تروح تكتب أنت ما وصلت إليه سواء إيمان أو كفر فكر وممكن يخذ معك الموضوع سنوات وهذا ما حدث معي كما قلت لكم لم أبحب تجربتي إلا قبل أسابيع فقط عندما حدثتكم في حلقة المكاشفة وهي تجربة مريت فيها من 15 سنة أو أكثر لم أحدث عنها لا صديق ولا قريب لأنه ليس هدفي هو التباهي بما مررت به ولا إعلان التجربة أمام الناس المهم أن تصل إلى ما يريحك أنت ولما يكون فيه خلاصك هذا باختصار وعذنا على الإطالة إذا وجدتم في هذه الحلقة وفيما كان قبلها أي فائدة لكم وللآخرين فساعدونا في نشرها لتصل إلى ما سيستفيد منها وإذا لم تكن مفيدة فاعذرونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته